ده نحكي بي عادة هندسة نظام الحكم في العراق نغيره إلى نظام شبه رئاسي نروح نسوي دستور جديد إلى آخر ده نحكي بي بس صوتنا يبدو مدين سمع ليش؟ لأنه أكو بفد مقوله يقول الصوت الطب الأعلى من صوت القانون حتى في الآلات الموسيقية احنا ده نحكي نحكي بمنطق ونحكي نقول يا بترى هذا النظام ما منسجوا ميانا كعراقين فالمشروع واحد اثنين تجي الجهات التي تؤمن بهذا المشروع وهذه الجهات أحزاب منظمات مجتمع مدني شخصيات أكاديمية نخبة النخبة الحالية مع احترامي أريد أجلدها اليوم معظمها نخبة فاسدة نخبة فاسدة؟ نعم ليش؟ البعض من عدها مرتزق يعني يقول رأيه أو يكتب كلمته أو يتحدث بناء على ما يلقى في جيبه ينطونه من الحكومة ألف دولار ألفين دولار يقوم يمدح بالحكومة حتى لو كانت ما ينطونه يسقط الحكومة وهذا مما مدى أحكى بس على الحكومة الحالية في كل الحكومات نخبة فاسدة شون راح نعالج المشكلة هنا؟ أنا أقول لك أنا أريد مشروع وريدها أنا أقول لك وممكن أنا أقول لك معظمها شوفان دقيق في كلمات أي معظمها؟ أي معظمها جيد فهذا طبعا في كل مكان في كل عصر وفي كل مصر أنت تلقي اللي يريدون يشيلون راية الأصلاح قلة بس بعدين يعني إذا أريد مثلا ناخذ ما أريد أحكى على التجربة الإسلامية بس أريد أحكى مثلا على تجربة الديقول ديقول طرح مشروع على تغيير الجمهورية الرابعة بالـ 46 للـ 58 12 سنة يلا سمعوا بس هناك خلاص أمه شافت أنه الوضع الحالي ماذا يخدمهم؟ بالضبط نفس فوضتنا ديقول كان يقول كيف يمكنك أن تحكم بلد أو تقود بلد فيه 264 أو 246 نوع من الجبنة أحزاب سياسية هواية مثل المشاركين بالانتخابات عندنا 400 واحد تقريب 400 كيان سياسي وانتخاب لذلك مشروع سياسي حقيقي استراتيجي يتحدث عن نظام الحكم ويتحدث عن الاقتصاد ويتحدث عن البنية المجتمعية أحزاب وطنية حقيقية جيد وقف في الأحزاب